بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأول ما يجب أن يؤمن به ويعتقده لمن أراد النجاء من الهلكة والدخول في حصن النجاة أن يعلم أن الله واحد أحد ليس له ند ولا شبيه ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وآخر ما يجب أن يكون عليه لمن كتب الله له حسن الخاتمة أن ينطق بالتوحيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والحديث رواه أبو داود هذا هو الأصل في الدين والفقه الأكبر بإضافة الأكبر لإخراج الفقه الموسوم بعلم الحلال والحرام وعلم الفروع الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العمالية المستمدة من الأدلة التفصيلية ويأتي علم أصول الفقه الذي هو العلم بالأدلة الأحكام الشرعية ووجوه دلالتها إجمالا لا تفصيلة مثال قال الله تعالى وأقيم الصلاة فأقيم هذا فعل أمر وهو صيغة الأمر لأنه قول وأقيم أقيم ولفظ أقيم دال على طلب فعل وهو إقامة الصلاة وعرفه العلماء بأنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء أي من الله إلى العبد والأمر من الآمر في الآية هو الله سبحانه وتعالى لعباده والأمر منه سبحانه هو للوجوب الأمر منه سبحانه وتعالى هو للوجوب والجزم يفيد الوجوب والجزم ولا غير في الآية بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه وهذه المسألة تؤخذ من علم الأصول تؤخذ من علم الأصول والفقيه إذا علم من هذا العلم أن صيغة الأمر تدل على الوجوب استطاع أن يستنبط من هذه الآية أن الصلاة واجبة أن الصلاة فرض وقد يرد الأمر بصياغ أخر يعني بصياغ أخر على سبيل الوجوب كما ترد صياغ أخر أو أخرى لغيره أي لست على سبيل الوجوب وصيغة إفعل كذلك ترد صيغة إفعل المطلقة الخالية عن القرينة إذن هذا وغيره يطلب من مضانه ويؤخذ من في العلماء ويرحل إليهم ليونهل من علمهم الصافي هذا من أراد أن يحصل العلم ويفهم العلم ويجمع العلم و جمع العلم وطلبه كما تعلمون فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والعلم لا يؤخذ من الكتب لا يؤخذ من الكتب ولا يحصل من الكتب وإنما يؤخذ من في العلماء هذا وبالله التوفيق والحمد لله يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر